أكثر من سبعة أشهر على فشل إسرائيل في تحقيق أي من أهدافها المعلنة في حربها الشعواء ضد قطاع غزة والتي أسفرت عن عشرات الألاف من الضحايا المدنيين معظمهم من النساء والأطفال وخلال هذه الفترة برزت تساؤلات حول الخطة بشأن اليوم التالي للحرب في القطاع ومآلات ذلك على القضية الفلسطينية والأمن في المنطقة برمتها تطالعنا الآلة الإعلامية الإسرائيلية يوما بعد يوم بالمزيد من الأنباء عن تصاعد الخلاف في الشارع السياسي الإسرائيلي بشأن سيناريوهات اليوم التالي في قطاع غزة فمع رصد التصريحات المختلفة بالداخل الإسرائيلي ساسة وعسكريين ومعارضة أصبح جليا للقاصي والداني أن إسرائيل ليس لديها سيناريو واضح للتعامل مع اليوم التالي من انتهاء الحرب على غزة وفي ظل ذلك التخبط طلب قادة الدول العربية في قمتهم الأخيرة بالبحرين في بيانهم الختامي طلبوا بنشر قوات دولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين وهو الأمر الذي يقطع الطريق أمام المخططات الإسرائيلية التي تتجاهل عن عمد أن نيتنياهو وآلته العسكرية لم تحقق أي انتصار حقيقي على الأرض وسط مقاومة شديدة من الفصائل الفلسطينية كما يتجاهل الغرور الإسرائيلي الحديث عن مستقبل القطاع دون وقف عدوانه الوحشي الذي حصد أرواح نحو 36 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال كما أن الدول العربية لا تزال تؤمن أن الحل الحقيقي للقضية الفلسطينية لن يكون إلا بإنفاذ حل الدولتين كما أنها طلبت أيضا بوجود جدول زمني واضح ومحدد لتنفيذه مصر وفي مناسبات عديدة أكدت على ضرورة ترتيب وتوحيد البيت الداخلي الفلسطيني بما يمكن الأشقاء الفلسطينيين من مواجهة أي مخططات قد تحبط المساعي المجمدة لتحقيق حل الدولتين وفقا لمقرارات الشرعية الدولية